اتكمل الحوار دوت مع النادي الاهلي حمد شريف تجرب شادي حسيني تجرب بيرست هو تجرب حتى برونو سافيو تجرب في هذا الماكد تجربة طبعا عندك خمس لعبين ولا واحد فيهم بيحافظ على مكانه الاساسي في هجوم النادي الاهلي دي لوم على مدرب ولا لوم على اللاعب نفسه اللي مش عارف يمسك في مركزه هديك مثال سريع حسام حسن النهاردة تلت اهداف النهاردة شارك جاب اتنين وعمل التالي ليه؟ حسام اللعب ما استغلش الفرصة في نادي الاهلي كان عليه كسور كان عندهم مشاكل لكن هنا فيه صبر عليه النادي الاهلي مسهور حسن حسن من اول مطش رجع فيه مع اسموحة تقلق من غير صبر هو اول ملعب جسد ممكن يكون اللعب نفسه مش مستحمل ضغوط الاهلي مش مستحمل ضغوط اكناه بس الاستمرارية المهاجم مطالب اللي هو ياخد مطش واثنين وثلاثة وقدر اقيمه مش من مباراة ممكن في مباراة ما يكون حالة الفريق حالة اللي احمد بيكلم فيه عبدالقادل حسن الشحات قفشة الدولة كلهم مش فاقين في اللقاء علي معلول طب انا هحكايم المهاجم ازاي عمي انت مش ممكن تقايم المهاجم وانت مدرب تعرف ان المهاجم دوت كويس وعمل ادواره كلها وهيجي منه الاتاهاديف ولا انت مش هتبقى حاسس ادوار المهاجم بالنسبة لي اتحرك ازاي اتحرك بيخلق مساحات لزميله بيخلق فرص لزميله بيهد الفرص اللي بتفتحلي من ثلاث اربع فرص هيجيب كم هدف ده التقييم بتاعي لكن في مباراة واثنين وثلاثة لما بدأ شادي حسين بداية الموسم شادي اشتغل كويس مباراة الاسماعيلي وشوفنا الجدية عليه وشوفنا يعني الجمهوري نادئ لها توسم فيه الخير شادي بعد ايها بدأ ايه يعني يلاعب مباراة محرص هدف استبعد لفترة وبعد كدخل محمد شريف موفقش راح استبعد على طول ودخل برسيتاو ماينفعش لازم اصبر لازم اديله فرصة واثنين وثلاثة وبعد كده اقدر اقايم بعد ثلاث اربع مباراة هقدر اخد تقييم كامل وشامل على المهاجم ده لقيته مفيش اي تحرك مفيش اي تقدم في مستوى التحرك بيخلق لنفسه فرص ولا لا استغلاله وتعامله مع الفرص بشكل كويس ولا لا ده كله لازم يقايمه بعد ثلاث اربع مباراة ممكن مهاجم ومهاجم الاهل والزمانك عمتا انا بشوفه من نص فرصة بس هذا بيحصل في الاهل من نص فرصة ما بقاش دلوقتي ما بقاش دلوقتي للأسر لان زي ما قلتلك فيه تصريح تلع في الاول لما هو قال انا معنديش مهاجمين انا محتاج مهاجم قبل يناير قال الكلام ده التصريح ده نفسيا ممكن يأثر على اي حد بس على فكرة انا روح تسألت في النهاية او سألت في تفاصيل وكان رأيي زي رأيك انه انت لو ما تقول انه ما عندش مهاجم او ما عندش مهاجم اقدر اعتمد عليه تحرف التصريح لا هو قاله فعلا بس هو كان يقصد حاجة معينة انه اللاعبين اللي بلعبوا في هجوم النادي لكلهم مش مركزهم الاصل مهاجم كلهم جناحات فهو كان يقصد انه هو عايز بقى المهاجم الكامل لمواصفات مهاجم 9-9 عايز مهاجم يوصل للناس او للاعلام وطلق للجمهور كله بالشكل ده فده يبقى انت ما عندكش مهاجمين يبقى شريف الراجل هدف الدوري والراجل اللي كان عامل موسم ولا اروع لكن شريف دلوقتي بنلاقيه نفسيا شريف نفسيا بس شريف من الموسم اللي فات من قبل ما ييجي مارسي الكورر هو مستوى من بعد أنا بنوجه نظر من بعد قصة كيروش شريف مش قادر يرجع نفسيا تاني مش قادر يرجع للمستوى الحالة الزهنية بتاعته بعيدة جدا لكن لازم الصبر شادي حسين احنا شفنا شادي حسين مع سيراميكا خلي بالك ده عنده استمرارية شادي مش من لعيبة بتاعت الموسم والموسمين ممكن انا اتكلمت معاك قبل كده اللي احنا عند الراحة في مصر مشكلة المهاجم اللي بيلعب مطشين تلاتة وبيجيب جنين تلاتة يقول لك لازم يلعب اهل وزمالك ولازم يروح منتخب مصر لا الاستمرارية شادي كان عنده الاستمرارية شادي عنده شخصية اه عنده شخصية من الاهل ويقدر يلعب من الاهل بس محتاج فرصة والصبر عليه تمام